بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا ابو القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى أهل بيته طيبين طاهرين المأسومين استغفر الله ربي وأتوب إليه وعمل قسم الثاني فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعله بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها موضوع البحث وقد تجتمع الاستهباب مع الكراهة مثل السوم في يوم الأشرة بالنسبة إلى هذا السؤال محقق الخراسان رزوان الله عليه قسم الإبادات إلى ثلاثة أقسام قال لأن الإبادت قد تتعلقناه بذات الإبادات بدون أن يكون لها بدلون مثل أفرز ما هو سوم يوم آشرة أو سوم يوم عرفة بالنسبة إلى هذا القسم ذكر المحقق الخراسان ثلاثة أجوبتين قد ذكرناها في درس القابل قسم الثاني من أقسام الإبادة مثل قسم الأول من جهة تعلق الأمر وإنها التلبق يتعلق بالذات الإبادة ولكن ذات الإبادة لها بدلون في الشرع مثل الله تسلف الحمام الشخص صباحا بعد صلاة الصبح لو يسلف الحمام مثلا فنرى أن وجوب الصلاة اجتمع مع الكراهة والقائل بالجواز يقول الأحكام متزادتون و هنا أجتمع الوجوب مع الكراهة نعم في هذا المورد يفرز للصلاة بدلون وهو عبارة عن اتيان صلاة الصبح في المسجد وفي الدار وفي خارج الحمام بالنسبة إلى هذا القسم الثاني محقق الخراسان رضوان الله عليه يعتقدوا أو يذكروا لنا جوابين هم جواب القسم الأول بشقوقه الثلاثية هنا لأجل هذا مختصرا يشير إليها وهم لهذا القسم جواب مستقل أما جواب القسم الأول ذكرناها نقول في مثل الصلاة في الحمام حينما تكون الصلاة مكروحة إما لأجل انتباق عنوان على هذا الصلاة بحيث ذاك الانوان يسبب ترك الصلاة أولا من فعل الصلاة مثلا هذا أولا أولا هناك أنه نقول ليس بحث بحث الانتباق بل البحث بحث الملازمة هناك انوان هذا الانوان ملازم لفعل الصلاة في الحمام لأجل هذا الانوان نحن نقول ترك الصلاة يكون أولا في الحمام وفعل الصلاة يكون مكروحا هذا جواب الثاني جواب الثالث في الحقيقة هذه الأجوبة كانت في القسم الأول من العبادات نقول لا أصلا هذا المورد من موارد الإرشاد حينما يقول لا تسل في الحمام أو اترك الصلاة في الحمام هذا الطلب يكون طلبا إرشاديا الله سبحانه وتعالى يرشد العبد إلى الأفزل الأفراد وأنه لو تسل في خارج الحمام في الدار أو في المسجد سوابك يكون أكثر ونفعك يكون أكثر فلا يكون هذا النحي مولويا حتى يتصور اجتماع الأمر والنحي أو يتصور اجتماع الكراهة مع الوجوب محقق الخراساني يقول هذه الأجوبة الصلاة طابق النعل بالنعل يعني 100% يمكن الاستناد بها في جواب القسم الثاني من العبادات أيضا ولكن مع هذا لهذا القسم أي القسم الثاني يكون جوابا مستقلا أيضا هذا الجواب في الحقيقة محوره أو مركز الجواب هو الفعل يكون بينما بالنسبة للقسم الأول المحور هو كانت ترك الساوم مثلا ترك الساوم في يوم العاشراء أو ترك الساوم مثلا في يوم العرفاء كانت هناك ما هو له مجموعة من التوجيهات هنا نقول الفعل يعني فعل السلاة في الحمامة له خصوصيات خصوصيات كيف؟ نقول السلاة بعض الأوقات سوابها أو درجة فضلها درجة متوسطة درجة العام مثل السلاة في دار شخصي بعض الأوقات هذه السلاة درجتها أكثر من المتعارف كالسلاة في المسجد وبعض الأوقات السلاة درجتها أقل من المتعارف أيضا يعني فرد الذي نأتي به بالنسبة إلى متعارف أفراد التبعاء ثوابه و نفعه أقل من المتعارف كالسلاة في الحمام نقول هذا الفرد سوابه حتى أدنى من المتعارف ولا يكون بمقدار السلاة في البعض أيضا في الحقيقة هذا الجواب يريد أن يقول أن فعلك للسلاة في الحمام أو سلاةك في الحمام هذا الفعل لا يكون حده بمقدار المتعارف أيضا و يرشد كالسلاة الفرد المتعارف و أنه بإمكانك السلاة في الدار أو فوق المتعارف بإمكانك أن تسل في أين في المسجد مثلا ففي النتیجة ما هو أترك السلاة في الحمام أو لا تسل في الحمام هذا التلب سواء نكون في قالب الأمر أو نكون في قالب النهي يكون إرشاديا و طبعاً اجتماع الإرشاد مع الوجوب اجتماع النهي الكراهتي الإرشادي مع الوجوب الإرشادي يكون به مكان من الإمكان ولا يجد فيه أي مشكلة هذا الجواب هو الجواب للقسم الثاني و يكون جواباً مستقلاً و في الحقيقة ما هو بواسطة هذا الجواب نك من البحث في القسم الثاني فقط هناك إشكال على هذا الجواب سنذكره إن شاء الله و أما القسم الثاني من أقصام العبادة التي اجتمع فيها الكراهة أو اجتمع فيها الوجوب مع الكراهة كالسلاة في الحمام فالنهي في القسم الثاني يمكن أن يكون النهي لا تسل في الحمام لأجل ما ذكره في القسم الأوليك طابق النعل بالنعل بلا أي تغيير أو زيادة أو نقصان كيف هناك ذكرنا سلاسة عجوبة إما الإرشادية و إما الإستلزام و إما الإنتباق نقول كل الأقصام السلاسة المذكورة تأتي فيما نهن في عيزان فاجعلها جواباً واحداً أو جواب الأول من هذا القسم الثاني أمل جواب الأصل كما يمكن؟ من هنا نبدأ بالجواب الثاني كما يمكن أن يكون النهي بسبب حصول من قصد في الطبعة المأمور بها بسبب حصول من قصد في السلاة في الحمام لأجل تشخص الطبعة في هذا القسم الثاني بمشخص غير ملائم للطبعة كما في السلاة في الحمام عوارز الطبعة أو مشخصات الفرد على أقصام قد توجيبها مزيئة و قد توجيبها منقصة و قد تسبب لها الحالة المتعارفة للمنقصة ولل علايها الماهوة الإضافة الصلاة في الدار من نوع المتوسط الصلاة في المسجد من نوع الأفزل الصلاة في الحمام من نوع ناقص فلکل من هذه الأفراد هناك خصوصيات هناك عوارز و هناك مميزات نقول قد يكون مميز الفرد و قد يكون عارز الفرد به نحوين يجعله دون المتوسط يجعله دون التعارف فمن حق المولى الارشاد إلى الفرد المتعارف أو إلى الفرد الأفزل كما في الصلاة في الحمام فإن تشخص الصلاة بتشخص وقوع الصلاة في الحمام لا يناسب كون الصلاة معراجاً يقول أنت تريد ذاك الحدف العالي الوصول إلى ذاك الحدف لا يناسب مع هذا الفعل وإن لم يكن نفس الكون في الحمام بمكروح ولا حزازة في الكون في الحمام أصلاً الحمام بما هو حمام لا يكون الكون فيه فيها أي كراها بل كان الكون راجحاً كما لا يخفى الكون في الحمام بإنوان النظافة أصلاً بنفسه جيد ومستحب و بعض الوقات بالنظر وغيره يكون واجباً والصلاة والغسل في يوم الجمعة والكون في الهمام في يوم الجمعة بنفسه من المستحبات المؤكدة ولكن نقول سنخية العمل كون العمل مقرباً وكون العمل باعثاً للعروج ومعراج المؤمن لا يلتئم ولا يناسب مع هذا المكان وربما يحصل لها للتباعة والصلاة لأجل تخصص التباعة بخصوصية شديد الملاءمة مع التباعة مثل الصلاة في المسجد مزيد فيها في هذه التباعة كما في الصلاة في المسجد والأمكينة الشريفة على أيها مثل الأفرز ما هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسجد الكوفاء وأمكينة المقدسة الأخرى مثل أمكينة المعسومين حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذلك لماذا هذه المنقسة وهذه الزيادة؟ أو لماذا هناك حالة الوسط؟ أصلا بيان هذه الحالات وإن كانت حقا ولكن ما هو لا تستحق هذا المقدار من العبارات والدقة التي ذكرت في الكفاية محما كان الحال صاحب الكفاية في هذا الجواب يريد أن يصل إلى نقطة أن الصلاة في الحمام الفرد يعني اتيان هذا الفرد كون الصلاة في الحمام دون المتعرف و دون حد الوسط شارع الحكيم يرشدنا إلى المتعرف أو إلى الأفزال يريد أن يقول أن هذا الطلب يكون طلبا إرشاديا وإذا كان الطلبين أحدهما إرشاديا لا بأس به اجتماعهما سواء كان من قبيل المثلين سواء كان من قبيل الوجوب والخرمة أو من قبيل الوجوب والكراهة هذا هو الجواب الأصلي وذلك أي حصول المنقصتك أو حصول العلائهما ما هو مزيئة في التباعة المأمر بها لأن التباعة المأمر بها أي الصلاة في بحثنا في حد نفس التباعة إذا كانت التباعة مع تشخصين لا تكون لهو لا تكون لهو يعني لحاظ الفرد شدت الملائمة ولا عدم الملائمة كالصلاة في الدار مثلا لها لهذه التباعة مقدار من المسلحة والمزيئة مزيئة السلاة في الدار مثلا افرز ما هو سمانين بالمأة عشرين درجة انقص من السلاة في المسجد مثلا جيد كالصلاة في الدار مثلا وتزداد تلك المزيئة درجة سواب السلاة في مكان تشخص التباعة بما لهو بالشيئ الذي لهو شدت الملائمة مع التباعة كالصلاة في المسجد مثلا و تنقص المزيئة في مورد الذي اذا لم تكن لشيئة او في الشيء و تنقص المزيئة في الشيء الذي اذا لم تكن لشيئة ملائمة مع التباعة مثلا السلاة في الحمام ولذالك ولأجل ما ذكرناك أن المشخص والعارض والمميز قد توجب المزيئة و قد توجب المنقص ولأجل ذالك ينقص ثواب التباعة تارتا في الدار و یزيد اخرى مثلا في المسجد و يكون النهي فيه و يكون النهي فيما اذا لم تكن لشيئة مناسبة مع المأمور به و مع التباعة لحدوث نقصان في مزيئة التباعة فيه في مورد الذي اذا لم يكون هناك ملائمة مع التباعة جيد و يكون النهي فيه لهدوث النقصان ارشادا إلى مورد الذي او فرد الذي لا نقصان لهذا في هذا الفرد من سائر الافراد و يكون هذا الفرد المرشد الى اكثر ثوابا منهو من الفرد الذي اطابه العابد الآن هينما يصل في الحمام مولا الحكيم يريد أن يقول سلاة في خارج الحمام في البعيد أو في المسجد يكون أحسن من هذا الفرد ففي النتیجة نقول هذا الطلب يكون إرشاديا سل في الحمام سل به نفسه تكون واجبتا و يكون الطلب فيه نفسيا أما لا تسل في الحمام أو اترك السلاة في الحمام هذا الطلب يكون طلبا إرشاديا و يجتمع الإرشاد مع المولوي ولا بأس بهه بعده محقق الخراسان رضوان الله عليه يقول وليكن هذا اللذي زكرناهو لا يمكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل رضائه بتقديم المكروه إليه أو بتقديم الحرام إليه محما كان الحال كلاهما مبتلون للعبادة لأن القربة من ذاتيات العبادة ولا تنفك عن العبادة لأجل هذا مرادهم أن هذا العمل سوابه يكون أقل من عمل آخر هذا الفرد السوم في السفر السوم في يوم العرفة السوم معدر في يوم العاشراء سوابه أقل من السوم الذي تأتي به في غير هذه الأيام والحالات والمناسبات هذا هو المراد ففي النتجة بالنسبة إلى القسم الثاني فتعمل جيدا له بديلون بما أنه له بديلون فيمكن كونه مازا إرشاديا أما في القسم الأول السوم في يوم العرفة لم يكن هناك أي بديل السوم في يوم العاشراء لم يكن له بديل أما بالنسبة إلى السلاة في الحمام لها بديلون لأجل هذا محقق الخراسان رضوان الله عليه بالإضافة إلى الأجوبة السلاة في القسم الأول يوزيف عليها هنا هذا الإرشاد الذي ذكرناه وطبعاً الإرشاد الذي مختص بالقسم الثاني منشأه يختلف عن الإرشاد الذي ترحناه في القسم الأول به عنوان جواب الثالث لماذا؟ لأن الإرشاد الذي كان هناك في القسم الأول من أقسام العبادة أي عبادة التي لا بديل لها هناك كل الهمة كان نظراً إلى أي شيء إلى ترك العمل ترك السوم في يوم العاشراء ترك السوم في السفر و ترك السوم مثلاً في يوم العرفة ومثالها على أساس الترك هناك ما هو؟ قلنا قد يكون انتباقاً قد يكون هناك استلزاماً وقد يكون هناك إرشاداً أما في هذا القسم الثاني الذي للمأمرون به يكون بدلاً كالصلاة في الحمام بحيث يمكن إطيان فرد آخر من المأمرون به في خارج الحمام مثلاً هنا وسلنا إلى الإرشاد ولكن هذا الإرشاد أصله ومنشأه هو التوجه إلى الفعل أي إطيان المأمرون به في الحمام و قلنا أن هذا الإطيان على أيها في ذاتهي سوابهو يكون أقل بالنسبة للفرد الآخر الذي يمكن إطيانهو في خارج الحمام لأجل هذا لا بدن لا يسير الخل بين الإرشادين ولا يردو عليه بالنسبة للإرشاد هناك استوشكلا بإشكالين و في الحقيقة هذا الإشكال يأتي على الجواب المختص للقسم الثاني مستشكلا يقول أنتم تقولون هذا الطلب أي أترك الصلاة في الحمام إرشاد إلى الفرد الأفزل وأنه بإمكانك في هذا الوقت و بواسطة نفس العمل مازه نفع الأكثر مثلاً خب إذا كان هكذا يقول و لا يردو عليهك على هذا الجواب المخصوص للقسم الثاني بلزوم اتصاف العبادة التي تكون العبادة أقل سواباً من الأخرى بالكراهة مثلاً نفرز أن السوم سوابه أقل من السلاة إذا كان هكذا مستشكلا يقول أنتم تقولون مراد الله سبحانه وتعالى أو مراد المحسوم من الكراهة في الصلاة في الحمام إرشاد إلى الفرد الأفزل يعني هناك فرد آخر سوابه أكثر من هذا الفرد نقول سواب السلاة أكثر من السوم أيضاً فلابد أن يقول المولى لا أترك السوم أو السوم مكروهون معناه أنه ما هو سواب السوم يكون أقل من سواب السلاة فعليك بترك السوم والالتزام بالسلاة في دوران الأمر بينهما بالنسبة إلى شخص مثلاً شخص يريد أن يكسب الخير لا يعرف أن السوم أحسن أو السلاة نقول السوم لك مكروهون فلابد أن يكون حمل الكراهة على السوم ممكن هذا أولاً عبادة التي تكون قل سواباً من الأخرى بالكراهة فلابد أن يكون اتصاف السوم بالكراهة ممكن هذا أولاً وعيزاً هو لزوم اتصاف ما لا مزيد فيه لزوم اتصاف عمل الذي لا مزيد في هذا العمل ولا منقصة في هذا العمل بالاستحباب لأن هذا العمل أكثر سواباً من العمل الذي يكون فيه المنقصة في دوران الأمر بين المباحة والكراهة أكل الجبن ما أدري أفرز ما هو نوم الكثير يكون مكروهاً شرب الماء يكون ماز مباحاً في الحالة المتعارفة نقول جيد بما أنه هذا العمل المباحة شرب الماء وين كان مباحاً ولكن محما كان الحال هذا أكثر سواباً من الكراهة يعني أكثر سواباً من ارتكاب المكروح مثل نوم الكثير وعقل الكثير فلا بدن نقول أن شرب الماء مستحبون إذا سألني لماذا وصفته بالاستحباب من أين هذا جاء نقول لرجحانه على ذاك المكروح ولهال أنه كلاهما لا يكون صحيحاً ولزوم اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب عمر المباحة نجعله مستحباً لأن المباحة أكثر سواباً مما فيه المنقصة المكروح ففي النتيجة لابدن نقول أن السواب مكروحون هذا إشكال الأول لابدن نقول أن المباحة مستحبون شرب الماء مستحبون هذا هو الإشكال الثاني و هذا الإشكال من أين جاء من إرشاد الذي بنيتمه من ذهابكم إلى الأمر الإرشاد ومن نهي الإرشاد الذي ذهبتمه إليه في القسم الثاني صاحب الكفاية قول ولا يرد على الجواب بها زين الإرادين لما عرفته محقق الخراساني رضوان الله عليه يقول نحن قبلنا الإرشاد وقلنا أنه قد يكون المرشد إليه أفضل سوابا و أكثر نفعا ولكن بشرت أن يكون أمر الإرشاد إرشاده من فرد إلى فرد آخر من التبعة الواحدة مثلا بالنسبة إلى صلاة الصبح في الحمام يقول صلاة الصبح في البت أفضل من الحمام صلاة الصبح في المسجد أفضل من صلاة الصبح في الحمام هذا القياس يكون صحيحا و هذا الإرشاد نحن نقبل و نقول الله بأس به فرد الصلاة الصبح في الحمام يكون مكروها و فرد الصلاة الصبح في الدار أو في المسجد يكون مستحبا و هذا الله بأس به أيضا أما قياس إحدى الطبعتين بطبعتين أخرى مثل السوم بالصلاة مثل الشرب الماء مثلا بأكل الكثير و أمثاله نحن لم نظهب إليه و في الحقيقة ما هو كلام الذي ذكرتمه أصلا لا ربط له بمطلب الذي نحن بيناه لأجل هذا يقول لما عرفته من أن المراد من كون العمل أقل سوابا إنما هو بقياس العمل إلى نفس الطبعت المتشخصة بمورد الذي لا يحدث مع هذا المورد مزيد لها للطبع ولا من قصد من المشخصات و كذا كون المورد أكثر سوابا بالنسبة إلى الفرد الثاني و اشكال الثاني على يخل هم أكثر سوابا و هم أقل سوابا كلاهما ناظر إلى أفراد التبعة الواحدة ففي التبعة الواحدة لا بأس به أنت تقول يا فلان اترك السلاة في الحمام و سل في البت فنرى أنه ما هو هذا العمل لو يؤطى به في البت سوابه يكون سوابا متعارفا أما تعميم البحث من طبعه إلى طبعه أخرى فغير مقبول بنظرنا تم البحث إلى هنا بالنسبة إلى القسم الثاني من أقسام العبادات صاحب الكفاة رزوان الله عليه يريد أن يخلص البحث و يريد أن يقص و يريد ما هو أن يبين خلاصة البحث و نبذة البحث بالنسبة إلى القسم الأول و القسم الثاني لما في الارتباط بين القسمين لأنه يأتي أجوبة القسم الأول كلها في القسم الثاني من العبادات أيزا ولا يقف أن النهي في هذا القسم لا يصحه إلا للإرشاد نهي الذي ورد في القسم الثاني هذا حتما يكون إرشاديا بخلاف القسم الأول فإن القسم الأول يكون النهي في القسم الأول مولويا كما قلنا على أساس الجواب الأول وعلى أساس الجواب الثاني أيزا وإن كان حمل القسم الأول على الإرشاد بمكان من الإمكان كما ذكرناه في جواب الساليس من الأجوبة القسم الأول إذن في القسم الأول هناك ما هو إرشاد و تأسيس أما في القسم الثاني فقط يأتي ما هو الكلام في الإرشاد طبعا لعل مراد المسنف رزوان الله عليه أن هذا القسم الثاني ما هو اسناده أو حل الإشكال عن طريق الإرشاد يكون ما هو مناسبا وإلا كما ذكر المسنف في أول القسم الثاني بعنوان الجواب قال كل أجوبة قسم الأول يأتي هنا وعلى أساس الجواب الأول و جواب الثاني من القسم الأول لابد من حمل التلب على المولوية والتأسيس معناه أن في القسم الثاني أيضا ما هو يمكن فرض المولوية لا أنه دائما يكون ماذا إرشادا مهما كان الحال هذا كله في القسم الثاني وعمل القسم الثالث من أقسام العبادة أي عبادة التي لا تكون ذات العبادة متعلق التلب ومتعلق النحي فندخل فيها إن شاء الله في حلقة مقبلة وتتالعون حولها جيدا وسندخل فيها في حلقة مقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب يا قهار اسمع دعائي واجب لدائي بالهادي المختار وبالأيجائي وبالزهرائي فبحقهم يا متعاد أحسن ما أبي أحسن ما أبي 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 أبي